بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه نتحدث في هذه الحلقة عن عبادة من عبادات العيد وهي عبادة التكبير وهذه العبادة تشمل الأيام السابقة على العيد وتشمل أيضا أيام العيد والله سبحانه وتعالى يقول لتكبروا الله على ما هداكم ويقول جل شأنه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فالشاهد في الآية يذكر اسم الله في أيام معلومات قال سيدنا بن عباس رضي الله عنه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من زلحجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق اليوم الثاني من العيد والثالث والرابع سلاسة أيام هي الأيام المعدودات فأمر الله سبحانه وتعالى بذكره إنما كان في الأيام المعلومات وفي الأيام المعدودات ليشمل لنا نوعين من التكبير النوع الأول هو التكبير المطلق يعني الفرح بمشاهدة هذا الموسم العظيم وهذا الوقت الفضيل العشر الأوائل من زلحجة هي الأيام التي هي أفضل الأيام عند الله وأفضل الأعمال الصالحة تكون فيها يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وعن سيدنا أبو هريرة أنهم كانوا يخرجون في العشر الأوائل من زلحجة فيكبرون في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهم تكبيرا مطلقا بدون وقت ليس كالتكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات ومعنى التكبير أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومعنى هذه الكلمة عظيم فهو يقول إن الله أكبر من كل شيء الله أكبر من الدنيا وما فيها الله أكبر من المال الله أكبر من الجاه الله أكبر من كل شيء والله أكبر تعني أنني أسبح الله وأعظمه وأكبره وأستشعر جلاله وعظمته وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يستطيع أن ينجز لي ما أتمناه وأن يحقق لي ما أرجوه وهو سبحانه وتعالى أكبر من الهموم أكبر من المصائب أكبر من الملمات هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهذا معنى التكبير الذي ينبغي أن يستشعره المسلم في الأيام العشر الأوائل منذ الحجة ويستمر عليه ويداوم عليه ليلا ونهارا في بيته وفي سوقه وفي عمله في كل وقت وفي كل حين حتى ينفعل قلبه بهذا المعنى أن الله أكبر من كل شيء وثم تتكبير آخر هو التكبير المقيد الذي أمرنا به الشرع في الأيام الأوائل من العيد وأيام التشريق يبدأ التكبير في فجر يوم عرفة ويستمر حتى عصر آخر أيام العيد يكبر المسلمون بعد كل صلاة مكتوبة بعدما ينصرفوا ويسلموا من الصلاة يكبرون تكبيرا سلاس تكبيرات يقولون فيها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويضيفون إليها صيغة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما نزل الإمام الشافعي إلى مصر رأى أهل مصر يزيدون في صيغة التكبير صيغة السلام على سيدنا رسول الله والدعاء للصحابة وآل البيت الكرام فقال في كتبه فإن كبر بما يكبر عليه الناس الآن فهو حسن فقبل الإمام الشافعي هذه التكبيرة التي يكبرها أهل مصر واستحسنها واستعظمها وهذا كله إنما هو من ذكر الله سبحانه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به والله سبحانه وتعالى يقول فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الزهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا ومن المكبرين ومن المهللين اللهم تقبل منا وقبلنا وارضى عنا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته